هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الوحدات السكنية والشالهات بمدينة العالمين الجديدة التي تم البدء في تسليمها لحجزيها اليوم وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة أشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة السحل الشمالي الغربي وجعلها نقطة جذب عالمية مؤكدا حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح بمدينة العالمين الجديدة سعيا لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام ما يحقق أهداف التنمية المستدامة